موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بطلاب قضوء القمر طلاب كفوح الزهر لأنهم طلاب علم وهم به أجدر مرحبا بكم أحباء التلاميذ طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير درسنا اليوم في مادة العلوم عن السبب والمسبب فما الذي يتسبب بحركة الأجسام؟ وكيف نجعل الأشياء تتحرك؟ فلنتابع سويا انظر معي للصورة التالية يوجد لدينا علبة مقلوبة في يدي الولد فما كان السبب في انقلابها؟ انظر معي للصورة التالية ماذا تشاهد؟ أحسنت أطفال يلعبون الكرة ماذا حدث؟ ممتاز لقد ركل الولد الكرة فوقعت العلبة إذن نستطيع أن نقول أن ركلة الكرة هي السبب في وقوع العلبة وهي المسبب إذن تعريف السبب هو ما يتسبب بحدوث الشيء أما المسبب هو ما سيحدث كيف يمكن نقل الأشياء؟ إننا نلهو ونلعب كثيرا بركوب العربات فكيف تجعل هذه الفتاة العربة تتحرك؟ ممتاز إنها تدفعها إلى الأمام فتتحرك أما الفتاة الثانية كيف تجعل العربة تتحرك؟ ممتاز إنها تشدها كي تتحرك إذن أنت تدفع أو تشد الأشياء فتجعلها تتحرك لنشاهد هاتان الفتاتان ماذا تفعلان؟ انظر معي الأولى تشد العربة أما الثانية فإنها تدفعها أحسنتم إذن كما قلنا أنت تدفع أو تشد الأشياء فتجعلها تتحرك ما الذي يتسبب بحركة الأجسام؟ لدينا طفل يلعب بكرة المضرب ما الذي جعل الكرة تطير في الهواء؟ ممتاز المضرب عندما قام الطفل بضرب الكرة فإنها طارت في الهواء هذا ما يجعل الأجسام تتحرك فإننا عندما ندفع أو نشد الأشياء تتحرك نستنتج تعريف القوة هي دفع أو شد يجعل الجسم يتحرك وكلما زدت القوة المستخدمة زادت حركة الجسم في الصورة التالية ماذا تلاحظون؟ ممتاز إنهما شخصان يلعبان يلعبان بماذا؟ أحسنتم بلعبة شد الحبل أيهما سيفوز؟ ممتاز أحدهما سيفوز ولكن يحتاج لقوة سحب باتجاهه فقوة السحب يحتاجها كلا هذين الشخصين لتقريبها باتجاهه حتى يفوز على الآخر لنحل التدريبات التالية كيف تجعل الأشياء تتحرك؟ تتحرك عندما نقوم بدفعها أو شدها ما تعريف القوة؟ هي دفع أو شد يجعل الجسم يتحرك وكلما زدت القوة المستخدمة زادت حركات الجسم إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الممتع دمتم بحفظ الله ورعايته وألقاكم في درس جديد من دروس العلوم وحتى ذلك الحين أحييكم وإلى اللقاء